فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله واللسان تقالنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه سبحانه فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكرهت الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة نعم الأصل أن المتأخرين يقتدون بالمتقدمين من السلف الصالح ولا إمة لأنهم على الهدى وعلى الحق وعلى الخير وأن لا يتخلفوا عنهم في عاداتهم وأخلاقهم فإن هذا نقص يلحقهم في دينهم وفي دنياهم ولهذا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه الذين اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان نعم ومن اتباعهم بإحسان تعلم اللغة العربية التي هي لغتهم والتي كانوا يتخاطبون بها ويكتبون بها ويؤلفون بها فاللغة العربية هي السيدة للغات لأن الله أنزل بها كتابة وبعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واللغة العربية في طبيعتها أحسن اللغات حتى في وقت الجاهلية اللغة العربية هي أحسن اللغات وأفصحها وأبينها اشتركوا في القناة